بصيص أمل جديد يبشر بإمكانية الوصول إلى علاج وظيفياً لفيروس نقص المناع المكتسب إيدز العلاج التجريبي الذي طوره المعهد الأمريكي الوطني للحساسة والأمراض المعدية شمل عققير مضاد للفيروسات الرجعية بالإضافة إلى دواء آخر يستخدم أصلاً لعلاج التهابات الكولون التقرحي والجهاز الهضمي اكتشفت هذا العلاج على شبكة الإنترنت قرأت الكثير من القصص الواعدة عن علاجات أو لقاحات لفيروس نقص المناعة البشرية وشعرت بالرغبة بالمشاركة في هذه الدراسة وتقدمت بطلب وحصلت على موافقة الدراسة التي استمرت عامين أثبتت نجعتها على 11 قرداً من أصل 19 وتمكنت من أعطاء دفعة قوية لجهاز المناعة لدى القرود ما سهم في وضع الفيروس في حال من الثبات واستند الباحثون في التجربة على أبحاث سابقة أظهرت أن الفيروس يهاجم في الأيام الأولى من الإصابة فئة معينة من الخلايا المناعية التي تتجمع بكميات كبيرة في القناة الهضمية قمنا بحقن القرود بمادة تمنع إعادة انتعاش الفيروس ولحظنا لديها استجابة مناعية سوف ننظر هذه النتائج بالتجارب السريرية في حال تمكننا من حماية هذه الخلايا المناعية فإن ذلك يعطي وقتاً كافياً للجهاز المناعي لتحديد طريقة الاستجابة للفيروس ومقاومته بغية الوصول إلى مرحلة من العلاج الوظيفي الذي يعني وقف نشاط الفيروس في الجسم منظمة الصحة العالمية قالت من جهتها أن 40% من المصابين بالأيد أي أكثر من 14 مليون شخص في العالم لا يدركون أنهم إيجابيوا المصل وفقاً لتقديراتها لعام 2015 وتشكل هذه النسبة تحسناً كبيراً مقارنة بعقد خلى عندما كان 12% فقط من إيجابي المصل يعرفون أنهم يحملون الفيروس ترجماتي مقابلات ترجمة نانسي قنقرات 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 ترجمة نانسي